فين القصة بتاعت ان محمد صلاح هينضم للمنتخب ولا لا وكابتن حسام حسن والعلاقة والكلام ده كله منتخب مصر او مسؤول منتخب مصر تواصله فعلا مع محمد صلاح واتطمينه عليه واتطمينه على حالته البدنية والاصابة اللي عنده ومحمد صلاح بلغهم ان الاصابة مش كبيرة وانه هيرجع سريعا مع ليفربول وبالتابعية هيكون موجود مع منتخب مصر في المعسكر القادم ان شاء الله في الامارات خلال البطولة الودية اللي هيكون فيها منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا يوم 12 مارس اللي جاي ان شاء الله بالمناسبة الجهاز الفاني منتخب مصر كمان استقر على استبعاد محمد النني من القائمة القادمة لمنتخب مصر لانه لا يشارك بشكل اساسي مع ارسل وانا مختلف معده عشان محمد النني واحمل عناصر المهمة الاساسية دائما مع منتخب مصر بالمناسبة طبعا كيف تحسن حسن تاني زي كل المدربين بتوع منتخب مصر اللي عده هو حر حرية مطلقة احنا بقى نقول رأينا احنا اللي هو ايه ما كان خدت فلان كنتش خدت فلان براحتك انت بقى احنا كاعلمين وانت كمشجع وكلنا نقعد نقول بقى ايه كل واحد يقول اللي في دماغه بس ما تحجرش يعني ايه ما تحجرش يعني ما تقولش هو ازاي يعمل كده ده مش عارفين حاجة ده الجهاز الفني ده بيعمل كده لا هو حر حر دي ليه عشان هو الاضراب افكاره من اللي هينفزها وتفاصيل كتير قوي نقعد نعلق براحتنا دي كورة يعني نقعد نتكلم فيها وده منتخب بلدنا فنقعد نعلق ما فيش مشكلة بس من غير ما نحجر على رأيه كابتن حسام حسن والجهاز الفني له كل الحرية الكاملة والمطلقة في اختيار قائمته طيب كابتن حسام حسن بقى في القائمة القادمة المنتخب مصر بيفكر في مين او استقر تقريبا على مين القائمة الاولية لمنتخب مصر يعني الاسماء اللي هو حطت عينه عليها في معسكر الامارات القادمة ان شاء الله تعالى اقول لك الاسماء هو بيفكر في حراس المرمى ومحمد عواد وبيفكر في مصطفى شبير واحمد الشناء ومحمد ابو جبل ومحمد بسام وايضا في الدفاع هيكون ممكن موجود احمد حجازي ومحمد عبد المنم ومحمد هاني ومحمد حمدي وحسام عبد المجيد ومحمد شكري واحمد كلوشا ايضا في خط الوسط امام عشور وحمدي فتحي ومران عطية وحسين الشحات وتريزيجيه والصلاح ودنجة وعمر مرموش وعمر الساعي وغنان محمد ومصطفى فتحي وعمر السلية وفي الهجوم مصطفى محمد وحسام اشرف ومحمد شريف وحمد امين افة ومصطفى زيكو واحمد عاطف دي الافكار او دي الاسماء اللي كابتر حسام حسن حاطت عينه عليهم